يحب يصل الأستاذ الفرنسي الأستاذ المحامي جيل دوفير الذي يقدم كمختص في القضية الفلسطينية مع أنتا أفوكا سبيسياليزي دان لأكوز بالسطينيين يقول يجبنا نعمل جبهة موحدة ضد الإبادة اللي سايرة في فلسطين من طرف الكين المحتل ومروره بتونس عنده رمزة كبيرة كذلك مع كل المحامين التوينز طبعا طبعا نحن كان عنا رموز لو كانت توقفين نقولوا ما زالوا فعليين كانوا ينجموا يكونوا يواصلوا النظال كيف شكونه أستاذ عبدالوف العيد أنا حب نذكر راضي النصر ربي يشفيها ربي يشفيها ثم اللي مشاهزة مات مالهيلة كانوا برشا وقفين في القضايا قضايا الحريات والدفاع اليوم نفتقد إلى مثل هذه الشخصيات؟ طبعا طبعا الجيل الجديد بدأت عنه ولكن الطاغي في الحقيقة هو المحامات تحولت إلى مهنة أكثر منها رسالة وهذا يعني يحز فيك أستاذ عبدالوف العيد؟ طبعا أنا عشت العصر الذهبي لمحامات واليوم تحب المحامات يرجع لها بريق أي طبعا إن شاء الله هو الوعي يرى البيئة لما تتغير طول محمد نفسها تتغير ولكن منسق سريع بش نختم معاك أستاذ عبدالوف العيد ونشكرك برشا أهلا وسهلا على حضورك معنا وأنا نشكرك سيدا شكرا على هدوءك وعلى أسئلتك يعني اللي هي رشيقة برك الله فيك وذي اللي معرفة الحقيقة وحتى نكشف ما صار وحتى الكلنا كتوينسة وكناس تدفع على حقنا في معرفة الحقيقة أنا نطرح الأسئلة وتكون قضيتنا الكل قضية كل المواطنين التوينسة لأنه وأنا معاك أستاذ عبدالوف العيد أنه في 2016 لم يحظى ملف اغتيال الشهيد محمد الزويري بما يجب أن يحظى به أنه يختال مواطن تونسي مهما كان يعني التوجه متاع والإيديولوجيا متاع ولكن يختال مواطن تونسي أمام بيته مع تقريبا أمام أصحاب وعيلتوا بالطريقة هذية من المخابرات الأجنبية التي تدخل ترتع في البلاد هذه عملية رهابية رهاب دولة حتى الوصف التي اعتمدته دير الاتهام ورهاب دولة نعم اليوم رسالة لو تنجم تتوجه بها إلى الرئيس أستاذ عبدالوف العياد وإلى القضاء رئيس أنا أعتبر خطر حتى بالقانون الأساسي للأوان الأمن الرئيس هو لصدر تعليمات رأو هو رئيس هو رئيس زد القوات الأمن الداخلي هذا في القانون 1982 عنو الأساسي بالنسبة للقضاء قضاء قضاء قدين قسم القيام بجميع عمالهم بكامل الأمان والشرف نحن ننتظر أن يكونوا في مستوى هذا القسم ولم يخافوا زد خطراه ثم بثوا شيء من الرعب رأم وخايفين من زد تصفيات وثم قضاء عملية بناء دولة صحيحة وتقوم بوظيفة كما يجب يستحق كل التضحيق أستاذ عبد عياد المحامي الناشط السياسي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزويرين ذكروا اللي منذ يوم كان الذكرة السابعة لإغتياله شكرا لك لقد ضيفنا في الانتربيو كان هذا مباشرة من سيديواتنا سيديوات ديوان من سفيقس وإن شاء الله في لقاءات قادمة ونكونوا قدمنا أكثر في الملف شكرا مرة أخرى شكرا لك شكرا لك